التزام الكويت بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر ومنها هدف المساواة بين الجنسين أكده وجود ما يزيد عن خمسة وخمسين امرأة كويتية يشغلن وظائف قيادية ومرشح العدد للتزايد حيث تبلغ نسبة الكويتيات في الغطاء الحكومي تسعة وسبعين فاصل اثنين بالمئة هذه الاحتفالات تأكيد على دورها وتأكيد على تكاتفها وكذلك تأكيد على أن تتسع الأحصائيات إلى أعداد أكبر في المناصب القيادية أو الوزارية أو حتى في البرلمان وكذلك في كل المناصب القانونية إن شاء الله تخصيص يوم للمرأة الكويتية يعكس اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة في المجتمع باعتبارها شريكا رئيسيا بتحقيق التنمية المستدامة والحرص على تمكينها في مراكز صنع القرار المرأة الكويتية اللي حصلت على حقوقها السياسية فيه 2016-05-05 يعني هي امرأة مبادرة امرأة رائدة في كافة المجالات وكان ينقصها السياسة فالآن هي في السياسة الحصول أو الحصول على الحق السياسي هو مفتاح وطريق للوصول إلى الحقوق الأخرى المرأة الكويتية يعني لا يمكن أن نتكلم فيها يعني على عجالة لأن دورها الكبير أصبح يعني يدرس حقيقة في جميع أنحاء الوطن العربي وما زالت هذه الدولة الفتية دولة الكويت أيضا ولادة بالشباب والشابات الكويتيات اللي قاعدين يورروننا اليوم كل الإنجازات وكل النجاحات التي تنعكس على الكويت بشكل خاص المرأة الكويتية حققت الكثير من المكاسب خلال السنوات الماضية مما جعل الكويت الأولى عربيا في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وفقا لتغرير منتدى الاقتصاد العالمي حسن بن غيام تلفزيون دولة الكويت